بداية بعد سماع أقواله من قبل مصالح الأمن الوطني سيتم تقديم اليوم لأحد المشتبه فيه بقتل الطالب الجامعي بكلية الطيبة سيل بلالطة بالإقامة الجامعية طالب أحمد عبد الرحمن الثنين بمنعكنون لمحكمة بير مراد رايس لتذكير المتهم يبلغ من العمر 23 السنة ويدرس بكلية الاقتصاد تخصص علوم تجارية بيدال إبراهيم وألقي القبض عليها قبل أو بعد استعمال كل الوسائل المتاحة باستغلال بيانات الهاتف النقال ومقارنة البصمات المرفوعة في مصرح الجريمة